الخبر الأول الذي لدينا عن مريانا وعن التهجم التي تعرضت له سبب هذا المقطع وهو كان مقلب للمتابعين أنوا خرجت من فريق فافا نبولي السبب الأول الذي تعرضون للهجوم هو المتابعين الذين يقولون لهم أنوا تقلدون ياسو ريدر طبعا هذا التهجم هم تعرضون له في البداية عندما نزلوا هذا المقطع مع الأشباه الأربعين الذي أيضا قلدوا بياسو ريدر من حوالي أسبوع تستطيعون مشاهدة هذا من الكمانات على مقطع حال كل يقولون انوا تقلدون ياسو ريدر طبعا موضوع ممكن يكون صدفة ولكن صراحة ما توقع انه هو صدفة لانه هذا ترند ميت من حوالي 2019 ولكن ممكن صدفة ولكن حاليا بعد ما نزله هذا المقطع اللي ايضا كان مشابه المقطع ريدر وياسو انه صارت مشكلة بالفريق طبعا هم سادين التعليق على هذا المقطع ولكن لو ما ساديها كانت تتفجرت بهذه الكومنتات لانه هاي الكومنتات اصلا جتي على مقاطع بيحد يقولون انه شوف مريانا تقلد ياسو فما ادري صراحة بوجت نظرة يشوف انه الموضوع مو تقليد وانما مقطع لجذب المشاهدة وخاصة انه باخر فترة المشاهدات هوايناز لسوعد مريانا عن فريق بالنسبة للشي الثاني الغلط السويته مريانا بهذا المقطع هو اساسا خسرت المزداقية مالتها فلما تنزلي انتهي مقطع ويكون بنسبة انه مشاعر حزن ومشاعر تمثيلية وبالنهاية تطلع كلها كذب تمثيل احنا تخلي الشخص انه يشوك انه حتى المقطع اللي جاند سويته على امها لما انبتشت انه يكون مجرد مقطع تمثيل لجذب المشاهدات مو اكثر بالنهاية احنا منعرف شنو الموضوع وبالنسبة اللي شافوا المقطع يكتبونا شنو رأيهم بالكومنتات بالنسبة الرد مريانا على الموضوع فمريانا نزلت على حسابها بالانستغرام ستوري واحد تعتذر بي من المتابعين على المقلب وبنفس الوقت تقول تراني بعدي موجودة مطلعت من فريق ففنبولي انا كتير اسفة انا ما كنت متوقعة انه تكبر القصة لهالدرجة في ناس عم تبكي في ناس عم شوف رسائلة بعثين لتسجيلات عم يبكوا انا موجودة انا هون انا عن جد اسفة اسفة الخبر الثاني اللي عادنا عن محمد جواني واحمد ابو الروب واللقاء اللي صار ما بينهم فطبعا اتوقع اغلبكم يعرف انه احمد ابو الروب سافرت تركيا والتقى بجواني هناك ونزلوا استوريات بحساباتهم من انستغرام فراح اضطلكم اياه يا جماعة وبعدين مع احمد ابو الروب بعدين معه يا جماعة بكفي شو هات حبايبي بد ان كل الناس ان كل الناس اترحب بابو الروب خافوا فكروا لا حكي شي يا رعاية بنور حبيبي ملك التك تك تك جواني ملك التك تك يا زلم يجسر في ضارو بنور الله حيو طبعا حبايبي ابو الروب نور تركيا حبيبي والله بعرف والله يصدق حبيبي طلعوا مين شفت ملك التك تك هو الاخترع التك تك حارفين جواني حبيبي والله مان اعلا بالتك تك تك والله بصدق اصدقاء تك تك وهان بيطار ملك اليوتيوب حبيبي هل ستتوقعون اننا سيصوروا نزلون مقاطع ايا بعض او كم مقطع خلنا ننتظر ونشوف بالنسبة لحاب يكمل الستوريات اللي هتكون بقناتي الثانية ولكن بعد ساعة من نزول هذر الغبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار والتهجم من المتابعين بسبب اخر مقطع نزلته فالتهجم كان بثلاث اسباب السبب الاول وهو استخدامها صورة مريض من جوجل يعني صورة مو اخوها استخدمتها بصورة مصغرة لجذب المشاهدات طبعا جيت هواي كومنتات على هذا الموضوع بالنسبة لسبب الثاني واللي هو بوجود بعض اللقطات اللي يعتبروها انه هي مش مناسبة للاطفال او نقدر نقول يعني متصح للاطفال وخاصة انه قلت نور ستار من اكبر القنوات اللي فيها نسبة عالية من الاطفال وايضا جيت كومنتات هواي عن هذا الموضوع تقدروا تشوفوها اما السبب الاخير الثالث واللي هو فكرة المقطع نفسه وانه تكتب اخوها بالمستشفى فبعض الاشخاص قالوا انه هو مجرد لجذب المشاهدات مو اكثر وايضا تقدروا تشوفوها هذا الشيء من الكومنتات بالنسبة طبعا رد نور ستار فالنور نزلت على حسابها بالانستغرام شوية استوريات تقول انه هي اضافت كم لقطة خارج عن الموضوع على مود ما تريد تكون موضوع طاقة سلبية بالنسبة لاشخاص شافوا المقطع يكتبونا شو نريهم بالكومنتات الخبر العساري اللي عادنا عن نور مار وليش هو معصب فالنور نزل على حسابه بالانستغرام شوية الصور اللي من ضمنهم هذي الصورة واللي فيها نوعا ما غلط بحيث وجه صاير بالطول فالنور نزل كم ستوري معصب فيه وفورا تيرو هاي الصورة بالنص اللي ازعيشتني ليش اك عمليلي الوطش بالطول ما بعرف لش انستغرام حيططلي الصور اللي بالنص هيك مطولي ايها طنطويلية مروح لي وطش مساوي لي وطش بالطول ليش انستغرام طلع صورتي النصانية طنطويلية سعناو انت طنطويلية وبس والله هنا وصلنا نهاية المقطات من المقطة عجبكم نجد سوى تحطون لايك وتشتركوا بالقناة تشاركوا بالقناة تشاركوا بالقناة ومع السلامة اقهر بروحي 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 علي اشتركوا بالقناة